السلام عليكم متابعي قناة HD فيلم الكرام ظهرت في منظر ناجي دوما وانا الغريق وبيبدأ فيلمنا النهاردة مع انا وبنشوفها وهي بتقتحم مكان مهجور وبتدور على اي اكل او شرب في المكان وبالصدفة بتلاقي صورة مدينة فبتفرح وبتاخدها ومرة واحدة بتسمع صوت صفارة شخص فبتبتكروا ديفيد اخوها لكنها بتكتشف ان ديفيد كان برا المكان فبتعرف ان شخص غريب عنهم وبيهربوا هما الاتنين واسناء ما كانوا بيجرو بيقع ديفيد على رجله وللأسف ما بيقدرش يحركها وبيقول لانا انها تسبقوا على البيت لان مامتهم هتكون قلانة عليهم جدا ولازم حد يبقى معاها وبيوعدها انه هيرجع للبيت بالليل وفعلا بتمشي انا وبتسيبه ولكن بنلاقي شخص غريب فعلا بيقرب ناحيته وبيعمل نفسه صوت الصفارة اللي عمله قبل كده ومن ناحية تانية بتكون انا وصلت للبيت وبنكتشف ان مامتها مريضة فعلا وشبه بتودع الحياة وبنعرف من خلال منقشتهم مع بعض ان في مرض معدي انتشر في الجزيرة وتقريبا ما فيش غيرهم حاليا عليها وما ينفعش يقرابوا او يلمسوا اي شخص وبيبقى واضح الامل في عين الام لما بتعرفها انهم ممكن يلاقوا المدينة اللي في الصورة اللي بتتعلق على الحيطة وبالليل بتسألها عن ديفيد اخوها وبتبدأ هنا انا تفقد الامل في انه يرجع وفجأة بتحس بصوت حركة غريبة ولما بتخرج تتبع الصوت بتلاقي شخص مقنع ولكننا بنكتشف انها كانت بتحلم ولما بتصحى مش بتلاقي والدتها موجودة وبتخرج تدور عليها وهي في منتهى اللهفة واخيرا بتشوفها وهي قاعدة على الارض وسندة على الشجرة بس للأسف بتكون فرقة الحياة وبتبقى انا وحيدة من غير عيلة ولا اي انسان معاها على الجزيرة وبتلجأ انها تصطاد السمك لانه ما بيكونش فيه مصادر للأكل غيره وبتعدي الايام عليها وهي بتعمل كل حاجة لوحدها وما فيش مخلوق بيشاركها وفي يوم اثناء الصيد بتكتشف ان فيه شخص بيرقبها ومعه سلاح فبتاخد سلاحها وبتجري بعيد عنه وبتروح للبيت لكنه بيمشي وراها وبيوصل لغاية بيتها وبتبقى انا خايفة ومرعوبة منه لكنه بيظهر نفسه بشكل مسلم جدا وبيعرفها انه موجود لانه بيدور على الاكل ومعندوش اي خبرة في سيد الاسماك فبتؤمره انه يسلم سلاحه وبالفعل بينفذ كلامها وبيرمي اسلحته على الارض وبتخرج تفتح له الباب وبيقعدوا بعدها هما الاتنين مع بعض وبتعرف ان اسمه كسو بتحضر له انا الاكل وبنفهم من كلامهم اسناء العاشة ان مازال عندهم امل ان الجزيرة تتملي من تاني بالسكان والمرض اللي بيعانوا من انتشاره يقف بشكل نهائي ولما بيسألها عن والدتها بنعرف منها انها دفنتها فوق التل لان ده كان افضل مكان بتحبه وبيسيبها وبيمشي ولما بيطلب منها يبات قدام بيتها بترفض وبتعرفه ان مسموح له ينام عند باب البيت من برا وبيبقى واضح على انا عدم ثقاتها بكل اللي حواليها تماما وتاني يوم بنشوفهم وهم بيفطروا مع بعض وبيطلب منها كس ان يزور قبر والدتها لانه كان يسمع عنها وعن سمعتها الطيبة وفعلا بتاخدوا ليها وبنلاقي سلسلة اخوها ديفيد موجودة على القبر فبياخدها كس وبيعرفها ان القبر للاموات ومفيش مكان فيه للاحياء وبيبقى واضح على كس انه قدر يكسب ثقة انا وبتعترف له بدب نفسها لما بيملي زخيرة السلاح قصادها وما بيكونش قلانة منه وبعد تفكير كتير بتقرر انا تروح مع كس لمستوطنه الاصلي اللي هيساعدها على الهروب من الجزيرة وفعلا بيبدأوا في طريقهم وفي نص الطريق بيلاقوا مجموعة اشخاص جاي عليهم فبيستخبوا منهم فورا وبنعرف انهم من رحالة بيبر ساركوز ولما بتسألوا انا عنهم وليه ملقبين بالاسم ده بيقول لها انهم بيتعبدوا الالهة بتقوص معينة ولكن مش بيكمل كلامه وبيؤمرها تتحرك معاه في اسرع وقت علشان يبعدوا عنهم وبيجي عليهم الليل وبنشوفهم مع بعض وبتحكي له انا عن حياتها وبتقوله ان والدها والدتها كانوا اسدزة في الجامعة وسبب وجودهم في الجزيرة كان علشان بحس بيعملوه في الكلية بس للأسف فضلوا موجودين فيها بسبب ان والدتها كانت حامل فيها وجي معادي الولادة على غفلة وبعدها جي المرض هاجم والدها وللأسف اتحبسوا في الجزيرة وضلوا طريقهم وفضلت والدتهم طرعاهم لسنين كتيرة وبيبدأ يحكي لها كيس عن حياته هو كمان وانه سمع عنها لكنه مش فاكر انه عاش المواقف من الاساس وبيقول انه شبه قصة حياتها بس الفرق ان اهله وصلوا للجزيرة متعمدين لكن ما كانوش عاملين حساب المرض وفضل عايش حياته مع جده وبتنتهي المناقشة ما بينهم بان انا بتدعمه وبتحاول توسيه والتاني يوم بيكملوا طريقهم لكن في نص الطريق بيقع كيس في فاخ وبيبقى مدفون في الارض وللأسف بيبقى عبارة عن مقبض بيمسك الرجل بشكل اسي جدا وبتحاول انا تساعده فاكه ورغم الالم اللي بيكون في كيس الا انه بيستحمل وبيقدر بعدها يمشي على رجله لكنه ما بيكونش بطريقة طبيعية واسناء طريقهم بيصدفوا راجل عجوز قاعد وقدامه مدفأ من الخشب وبيقترح كيس انه يسيبه يمشي لكن بتصر انا انه هتكلمه وفعلا بتشاورله وبيرحب بوجودهم معاه لكن لما بيقربوا بيتفاجئوا بوجود شخص تاني مسلح وبيبقى الشاب وبيهددهم انهم ينزلوا اسلحتهم وفعلا بيسمعوا التهديدات اللي متوجها لهم وبنكتشف ان العجوز والشاب المسلح على علم بعيلة كيس وفي بينهم سابقة حرب قبل كده وده بسبب اختلاف معتقداتهم وبيؤمروا انه يمشي ويسيب انا معاهم ولما بيعترض بيخيروها ما بينهم وما بينه وبتختار انها تبقى معاهم في سبيل انها تحافظ على حياته لكن من الواضح ان كيس ما بيرداش وبأسرع قوة غضب عنده بيخلص عليهم هما الاتنين وبتبقى انا مصدومة جدا من اللي هي شايفاء لكن ما بيكونش في اديها اي حيلة تعملها وتنقذ نفسها وبالليل بنشوفهم وهم مع بعض وبتبقى انا مسجة صورة المدينة اللي كانت معاها في اول الفيلم وبيكلمها كيس بسخرية لانها مازالت عندها امل يلاقوا المدينة وتاني يوم بنشوفهم وهم قدروا يوصلوا المستوطن اهل الكيس وبيبدأ يعرفهم على بعض واكتر واحدة بتكون الانا عليه هي جودس وما بتهتمش نهائي بوجود انا وقبل ما بيدخلوا بتطلب منها جودس انها تسلم سلحها ولما ما بترضاش بتقول لها بمنتهى السبات انها لو عايزة تبقى واحدة منهم تسمع الكلام وفعلا انا بتعمل كده وبعدها بتتعرف انا على زاك مؤسس المستوطنة اللي بيقولهم انه ابض على واحد من رحالة بيبر وبيبقى القرار الاخير في قتله اولاء لكيس واول ما بيفتحوا غطى زنزانته بتسمع انا نفس صوت الصفارة من تاني اللي سمعتها لما كانت في البيت المهجور وبتبقى انا متلخبطة ومش فهمة اي حاجة بس اللي بتفهموا من كلام جودس انهم مقتنعين ان رجالة البر سواء الرجالة او ستات فهم تسلب منهم ارواحهم واصبحوا بعيد عن جنس البشر وبالنسبة للمستوطن فهو دوره انه طهر اجساد البشرية دي من الروح الشريرة اللي سكنتها وبعدها بنشوف انا مع كيس في القوضة وبتسأله عن الطريقة اللي هيتخلصوا بيها من الروح الشريرة اللي سكن بيبر فبيشرح لها وجهة نظره وبتبدأ هنا الحكاية تبقى واضحة جدا لما كيس بيقول لها ان الالهة هتظهر اذا كان الشخص المحبوس بريء ولا لا وبيبقى في معتقداتهم ان اللي نجى انا من المرض هو قوة ايمانها بالاله ومش لاني نصبها كده وبيسيبها وبيروح لزاك وجودس علشان القرار بييده هو واول ما بيقول لهم انه هيعدموا الشاب بيقولوا ان الالهة كده هي اللي اختارت وبيبقوا شايفين كيس انه هو للالهة ارسلته ليهم اما بالليل بنشوفهم متجمعين وبيتكلموا عن بركة كيس معاهم وانه من يوم اتولد وهو كان بيجري في دم وحب الاله ومن وقتها بيتعاملوا معاكا انه ملكهم الحارس وفي وسط المناقشة بيعرفها زاك انهم طهروا الارض من خطيئة الشاب اللي كان فيها وباقي انهم يطهروها من خطيئة المرض وبتلاحظ انهم بيتعاملوا مع المرض كانه زنب وخطيئة مش ابتلاء من ربنا وبتستغرب انا جدا وبتمشي من تجمعهم وبنشوفها بتتكلم مع كيس على انفراد وبتسألوا بسخرية واستنكار لو كان شايف نفسه المرسل اللي بينهم وبين ربنا للبشر لكن رده بيبقى صادم وبيعرفها انه مرسل من الاله وتاني يوم بيبدأوا في التقوص اللي هتطهر انا من الخطايا وبتبقى من ضمنها انها تغتص لفترة في المية وبتخرج انا مخدودة من مستنقع الخرافات اللي ورطت نفسها فيه وفي وقت تاني بتجيلها جودس وبتأمرها تتبعها وبنعرف منها انها دلوقتي بس بقت مستعدة انها تنضم ليهم واسناء ما كانت بتحضر فطرها بتصادف بنات تانيين واقفين وبيبقوا كلهم تحت السن الخمستاشر وبيبدأوا يعبرولها عن حسدهم ليها بسبب ان كيسي اختارها هي وبيقولوا انهم كانوا يتمنوا يبقوا كبار ابتر من كده علشان يختارهم هما وفجأة بيدخل زاكه معا واحد من رجال البيبر وبيربطوه في الشجرة وبيعرفهم زاك انه شخص حامل لخطيئة الوباء والمرض وتهجم على ارضهم غصب عنه ولما بيديله فرصة انه يدافع عن نفسه بيلاقيه بيصفر نفس السفارة فبيأمر زاك انه يتقتل بالليل فأول ليلة لاجتمال الامر وبيفضل الراجل بعدها يبص الانا فبتروح انا علشان تتكلم معاه وبيعرفها انه هو اللي كان بيطردها يوم مقتل اخوها وانه مش مصاب بالمرض لكنه بيمثل عليهم علشان يتجنب ملامسة الاشخاص ولما بتورير له السلسلة بتاعت اخوها اللي هو قتله بيفهمها انه هم اللي هاجموا على بيته مش هو وبيطلب منها تفك اسره وهيعرفها الطريق الصح لكنها بتسيبه وبتمشي وبيشوفها زاك وبيسألها عن سبب وقفها مع مزنب فبتتهرب منه وبتقوله انه بيقول عليها جميلة فبنلاحظ رد فعل زاك وهو بيحاول يقرب منها لكنها بتتهرب منه وبتروح انا علشان تلم ادواتها وتخرج من المستوطن لكن بيفجئها كسب انه بيشرح لها انه لما شافها ما كانتش صدفة وانه توسل كتير لالهته علشان يقدر يوصل لبنت من سنه ويتجوزها ولما بتقوله انها ما وفقتش على طلبه بيفقرها بلحظة تطهيرها وانه بكده تم تتوجها كزوجة لي علنا ولسه هتحاول تدافع عن نفسها بنلاقيه بيتهجم عليها لكن لحسن حظها بيدخل بني الحارس وبيبلغوا بان في مجموعة رجال جايين يتهجموا عليهم وبيحس ان انا مش في امان لكنها بتأكد له انها بخير وبيروحوا كلهم ومعاهم انا وجودس بتودع كيس وبيبقى واضح ان في بينهم علاقة مش مفهومة لكنهم لما بيخرجوا معهم المزنب اللي هو الرحال بس ما بيأمنش كيس لانا وبيكتفها هي كمان لانه بيكون حاسس انها هتهرب وبيمشوا كلهم في نفس الطريق وبيتكلم بيم مع انا وبتطلب منه انهم ما يسمحوش لاي حد من الرحالة بالعيش وبتبقى عايزة تنتقم منهم علشان قاتلوا اخوها لكن بيم بيقول لها ان قتلهم مش هيرجع اخوها مرة تانية لكن الاهم انهم ما يسمحوش ليهم يدخلوا مستوطنهم وفجأة بيلقوا الاسلحة متوجهة لهم من اكتر من اتجاه في نفس الوقت وبيموتوا واحد ورد تاني ولما بتهرب انا بتكتشف ان اللي بيمسك هيبقى ديفيد اخوها وبتفرح انه مازال عايش لكنه بيقول لها انهم اذا اكتشفوا انها عايشة هيقتلوها فبيضربها علشان تفقدوا عياها وباللل بتفوق انا على صوت الرحالة وهم مكتفين بين وبيؤمروا ديفيد اخوها انه يسبيتلوهم ولاقوا يقتلوا بنفسه فبتحاول انا انها تساعدوا وتقتل واحد منهم لكن بين بيشوفها وبيرفض مساعدتها بنظرات عينيه وللأسف بيتم التخلص من بين وبتبقى انا فقدت الشخص الوحيد اللي كان ممكن ينقذها فعلا وبتفضل الرحالة تشجع ديفيد لانه قدر يخلص على واحد من الاعداء لكن زعيمهم بيقرر انه لازم يتعذب لانه ساعد اخته انا تهرب وبيفضل يضرب فيه بمنتهى العنف لغاية ما بتظهر انا وبتحاول تقتله لكن الصدمة ان ديفيد بياخد منها السلاح وبيدفع عن زعيمه وبيخيرها اما تنضم لهم او تروح للبيت من غير ما تقزيه لانه يعتبر فرد منهم وهم عيلته وبنتفاجئ بديفيد مرة واحدة وهو بيحضر سلاحه وبيوجهه في اتجاه اخته لكنه بيخلص بيه على حياة زعيمه وبيطلب منها انها تمشي لانه مش هيقدر يمشي معاها وبيعرفها انه قدر ينقذها مرتين ومش هيعرف ينقذها للمرة التالتة وفعلا بتهرب انا لكن للأسف بتقع تحت ايد كاس من تاني واللي بيكون لسه عايش وبياخدها من ايديها وبيوريها مستوطنه وهو بيتحرق وما بيكونش مصدق ازاي الهه اللي بيعبوده يعمل فيه كده لكن بتفهمه انا ان ربنا دايما بيكون لحكمة في اختياراته لكن بس للي بيؤمن بيه وبتحاول تقنعه انه مفيش وجود للاله اللي بيعبوده لان اللي بنعبوده واحد بس لكنه ما بيهتمش وبيظهر شخصيته الحقيقية وبيتهجم عليها وما بيكونش مهتم باهل مستوطنه اللي ماته بس بتقدر تتخلص منه انا وبتروح للمستوطن وبينتهي في الميناء اخيرا واحنا شايفين انا لما وصلت للمستوطن وبتكتشف ان جوديس الوحيدة اللي عايشة ولما بتسألها جوديس عن المكان اللي هتروح له بتعرفها انا انها مازال عندها امل انها تلاقي مدينتها الاصلية بيعيد عن مستنقع افكارهم المريض وبتعرفنا انا بعد ما بتكتشف اخيرا المحيط اللي هيوصلها للمدينة ان قوة ايماننا بربنا وعدم انجرافنا وراء اي شيء خاطئ حتى لو كان ما فيش قدامنا غيره هو اللي هيحللنا كل مشاكلنا ويوصلنا للطريق الصح في النهاية وبكده بينتهي فيلمنا النهاردة ما تنساش تدعمنا بلايك وتكتب لنا رأيك في كومنت علشان توصلك كل ملخصات اتشي ليفل